الأمن الغذائي داخل الكيان الصهيوني في تدهور مستمر مع استمرار الحرب على لبنان وقطاع غزة أسعار اللحوم والخضروات والفواكه والألبان ارتفعت بمعدلات تصل إلى 10% بعد تعطل الانتاج الزراعي في مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في الكيان الصهيوني والتي تقدر بأكثر من مليونين ونصف المليون دونم مزروعة بالخضروات والفواكه والمحاصيل الزراعية الأخرى 30% من الأراضي الزراعية تقع في المناطق الغربية و22% في النقب الغربي و10% في الجليل والجولان وهذه الأراضي بالإضافة إلى مخازن الغذاء تقع جميعها في مناطق حربية تطالها صواريخ حزب الله والمقاومة الإسلامية الأمر الذي جعل من نصف مليون أسرة صهيونية تعاني من عدم الاستقرار المالي والغذائي من بغداد رزاق العقلي العراقية الإخبارية